ومفيد أيضا اليوم درجات الحرارة متدنية على فكرة يبدو أنه فيه انخفاضات ومنخفاضات جوية أيضا قادمة دائما إن شاء الله دفاكم بقلوبكم وإن شاء الله دائما بيكون فيه خير على هالبلد في كل مكان فيه على كل حال حتى نعرف أكثر عن الحالة الجوية المتوقعة لهذا الصباح بسرني أن يكون معاي هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة الراصد الجوي الأستاذ رائد را في الدائرة الأرصاد الجوية صباح الخير أستاذ رائد صباح الخير لك وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين نعم أهلا نسالم فيك أستاذ رائد يعني إحنا اليوم برد كتير يعني بدون ما نكون خبراء في الأرصاد الجوية ولكن الكل يشعر اليوم ببرودة الطقس ما هو القادم أستاذ رائد طبعا المربعينية وإحنا بالمربعينية نعم بالمربعانية صحيح الله يجعله خير يا رب ما هو القادم أستاذ رائد لأنه أنا حاسة أنه هوها هوتلج يعني إحساسي هيك بقول لي فما بعرف شو المعلومات العلمية الموجودة لديكم والله يعني إن شاء الله يعني هم بذمان كانوا يشتغلوا على الإحساس صح صح الآن في علم أحنا طبعا الآن نشتغل بطريقة مختلفة نشتغل باعتبار هناك نماذج عددية وبرامج تعمل على محاكاة الغلاف الجوي للمستقبل وطبعا هاي برامج يدخل فيها ملايين ملايين المعلومات لكافة عناصر الغلاف الجوي واللي طبعا يتم معالجتها مباشرة بحيث تقوم بمحاكاة الغلاف للأيام القادمة وعلى كافة الطبقات من الصفح للخمسة أربعين ألف قدم وبناءا عليها إحنا كمتنبهين جويين نقوم بدراسة وتحليل عناصر الطقس بشكل عام ومنراقب صور الأقبار الصناعية واللي طبعا الملتقطة واللي مستقبلها كل ربع ساعة كحيث يتم تحليل هذه الخرائط لإيصال المعلومة والنشرة وبناءا عليها كل شيء في النهاية بيدلة طبعا احنا اليوم حسب الخرائط نشير إلى تواجد منخفض جوي حاليا بتحرك مباشرة باتجاه قبرص بحيث يتمركز معساعات بعض الظهر فوق جزيرة قبرص تماما مندفع معها طبعا الجبهة الهوائية المرافقة لهذا المنخفض وبالتالي رح تبدأ هذه الجبهة بالعبور المملكة معساعات الظهيرة بحيث تبدأ معساعات ما بعض الظهر تساقط الأمطار بالمناطق الشمالية بدءا وتمتد تدريجيا للمناطق الوسطى ومعساعات الأولى من الليل تمتد لتشمل باقي المناطق بما فيها المناطق الجنوبية ومتوقع بمشيئة الله أن تكون الهطولات المطرية مصحوبة بغزارة في بعض الفترات تؤدي إلى تشكل السيول في الأودي والمناطق المنخفضة وهنا ننبه بأن الفترة المسائية والليل نحاول طبعا كافة المناطق اللي بيكون فيها بشكل عام أو خنقول الناس اللي بيكونوا قريبين من الوديان والمناطق المنخفضة يوغض الحيطة والحذر طبعا الهطولات المطرية راح يرافقها تساقطات بردية بالإضافة إلى توقع تساقط زخات من الثلج بشكل عام راح تكون طبعا لن تكون مؤثرة بالنسبة للعاصمة عمان ولا بشكل عام لكن راح تكون قد يكون في تراكمات محدودة على مرتفعات الشراء الجنوبية وطبعا الحالة هاي راح تستمر غدا الخميس بأجواء الباردة جدا والغعمة والماطرة اليوم برضو كمان راح نلاحظ شيء ثاني راح نلاحظ رياح نشطة خاصة قبل عبور الجبهة الهوائية اللي حكينا عنها في بعض الظهر راح يكون في هناك نشاط واضح في سرعة الرياح حاليا بعض المناطق سرعة الرياح بها حوالي 240 ل50 كيلو متر بالساعة راح نشوف هبات قوية في بعض المناطق قد تتجاوز 70 كيلو قد تتجاوز 70 كيلو متر بالساعة هذا طبعا الرياح النشطة قبل الهوطول للمطر راح تؤدي إلى إثارة في الغبار خاصة في المناطق جنوب شرق وشرق المملكة مما يؤدي إلى تدني مادة الرؤية الأفقية نتيجة هذا الغبار وبالتالي اللي بيشلك الطريق الصحراوي اليوم وأيضا اتجاه الشرق باتجاه حدودنا مع العراق يوقض الحيطة والحذر نتيجة الغبار المثار خاصة بالفترات النهارية طبعا زي ما حكيت أنه راح يكون في هناك توقعات لاستمرارية المنقفة غدا الخميس بأجواء الباردة والغائمة والماطرة من ساعات الصباح وأيضا توقعات لتساقطات فلجية راح تكون أيضا على شكل زخات راح تكون قد تتراكم بالمناطق الجنوبية الشرق الآن اللي بتساءل بالنسبة للعاصمة عمان احنا يمكن إلا بتذكر الحال اللي مضت اللي قبل ثلاثة أيام كان بعض المناطق الجبلية شهدت زخات فلجية وبالطبع يعني المحشرات يعني احنا ربما نشاهد مثل هاي الحالة على اعتبار أن يكون زخات لكنها لم تكون هناك تراكمات في العاصمة عمان ولا بالمناطق الوسطى بشكل عام بالنسبة للسلوج فطبعا الحالة هاي بمشيئة اللي راح تجلب لنا المزيد من الأمطار وراح تكون الأمطار ان شاء الله جيدة والحالة مستمرة حتى عصر يوم الجمعة بحيث أن الجمعة تبقى الأجواء الماطرة حتى ساعات الظهر وبعد الظهر يضعف الهطول بشكل تبريجي وزي ما حكيت إذن عنا هناك فرصة لزخات من الثلج اليوم بالليل ليلا وأيضا غدا الخميس وصباح يوم الجمعة ولكنها راح تكون فقط قد تتراكم بمناطق الشراع مرتفعات الشراع زي الطفيلة والشوبك وراس النقب والمناطق الغربة معان هاي المناطق قد يكون فيها تراكمات محدودة والمزار الجنوبي بالكرك أيضا لكن بقية المناطق قد نشهد زخات تلجيلة لكنها لن تكون متراكمة نعم نعم الأستاذ رائد رافد يعني على أصبر أصبر اسمحي لي اسمحي لي الآن بس يعني بعض التنبيهات اللي بدي أحاول بتعرف إحنا النشرة مهمة ولكن الأهم من ذلك أهم من النشرة التنبيه والتحابل مع التنبيه بجدية وبدون استهدار حتى طبعا إحنا ننبسط في المطر وننبسط في الأجواء الماطرة لكن ما نسمع أخبار سيئة يريد أنه يكون من تبهين أنه اليوم هناك نشاط في سرعة الرياح وهبات قوية في تصل قد تصل أو تتجاوز سرعتها حوالي 70 كم بالساعة وأيضا ننتبه من تدني مدى الرؤية الأفقية سواء الغيوب المنخفضة الملانسة لسطح الأرض أو الغبار في المناطق المادية والمناطق الصحراوية وأيضا تنبيه من الانتلاقات بنتيجة الهطولات المختلفة وطبعا أهم تنبيه بالابتعاد عن المناطق المنخفضة والأبدية للتوقع قد تشكل السيول نتيجة الغزارة في الهطول المطري المتوقع الأستاذ رائد رافد على الأقل مما فهمناه منك إن شاء الله سيكون في هطولات مطرية على الأقل لمدة ثلاثة أيام متواصلة لما بعد الجمعة ظهرا إن شاء الله يربي خير هذا شيء يبشرنا بالخير وخلينا نتوسم بهذا الموسم كل الخير وأيضا البركة شكرا جزيلا أستاذ رائد رافد دائرة الأرصاد الجوية